السلام عليكم كذيرين لبس عليكم اول حاجة دي نشاركها معاكم هي المخمار المخمار بالسميد اللي كيجي اكتر منه رائع كيجي واقفه وشد راسه وكيجي خفيف من الداخله تحت الطالب نتعوية المتتبعه كما نقول لكم اي حاجة نشاركها معاكم قولها في التعاليق ان شاء الله نشاركها معاكم على الرأس والعين اول حاجة بديت بها البنات صباحي المهم كما دوزتو كما دي نشاركو معاكم اول حاجة بديت بها هي الفرماج كنت شريت الموزاريلا واحد الكيلو ومشيت بديت ندوزها بحلاكة مربعات ودوزتها في الهاشور باش هكا كيدوز لي الشهر كناخد هاد الكيلو هادا كيدوز لي الشهر خاصة عند براكم معارفين المدراسة خاصنا دي نوجدو القوتة دي ما واغلبية الحويجات اللي كان وجدوهم كيكون داخل فيهم الفرماج كنغبه بحال هكا في الهاشور وكنديرو في واحد البلاستيكا وكنديرو في الكونجيلاتور فوق ما بغيتو كنلقاه موجود ندوزه للمخمار دا با كما كتلاحظو هنا ايه درته جوز لايف متاع الفينو و جوز لايف متاع الفورس يكونوا قد قد المخمار ماشي كيكون الفورس كتار من الفينو كيكونوا قد قد موجود حل مدرا الكيمية كيكونوا قد قد كنت ضيف واحد ثلاثة معالقة هكا كبارين أنتع الزيت اللي يدية كون نباتية بطبيعة الحال بغيتو تدير زيت 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 و ندير زيت 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 و لكم الخطيار نضيف واحد المعالقة كبيرة أنتع سكر ثاني باش كيتحمر لي ضغية و كانضيف العالقة صغيرة أنتع الملحة وجوج معالقة صغيرة أنتع خميرة خميرة العجين أنا كان خدمةทيك المُجفافة يمكنك لكم تخدموها بالعادية يتخرمو بها كديرو القياس ديالكو و كنخلط بحال هكا بالمدافي كما لاحظتوا العجينة اول حاجة كنخلطها هي الفينو هادا كنبدأ بيه والول كنخلطه باش كنغضرو شي شوية يعني كي يجرى شي شوية ما كيكونش قاسح و بعد كنبدأ كندخل فيه الفورس والعجينة من اللولة البنات ما تخليوهاش قاسحة من اللول اللي عبو عليها وخدموها تكون جارية ما تكونش قاسحة حيتاش فيها الفينو قدق بالفورس والفينو مش حال ما يعني قعد كيرتاح الاو انه كيشرب خصو من اللول تكون العجينة خفيفة كتلصق في اليد انا كما كتلاحظو كان عجينها مزيان و من اللول كما قلت لكم ادي نخففها انتو ما كما كتشوفو على عينيكم والما يكون دافي ما يكونش بارد وما يكونش سخون بزاف باش ما يضيعش لينا المفعول متاع الخميرة ديالنا هنا دي ندلكها ضروري واحد شوية البنات كان بقان دلك فيها واحد شوية ضروري المطلوع او للبطبوط خصويت تدلك واحد شوية الى كانت عندكم العجانة خدموه في العجانة بغيتوا تطلق خدموه في يدكم خدموه في يدكم انا ما بغيتش نطول عليكم هنا الفيديو انا دلكتوا واحد شوية بقان نضرب فيه بحل هكا حتى تدلك واها هو القوام ودي نضرب في أحد الصور، تضرب الخمرة الأولى وفي تفشوها ومتعلكوها غير شوية واحد جوج دلكات اولا ثلاثة start to add to the water and add to it and add to the water and add to the water to the water and add to the water انا هدي ما خليت هاش خمرت جوج خمرات انا هدي ما خليت هاش خليت غير هكا خليت ادلكتها واحد شوية ما كانتلك هاش بالزاف غير واحد شوية اهم وحاجة هي العجينة تكون متلوقة اختمرت 4 ساعة بالحساب اختمرت بحال هاكا غير غطيوها مزيلا خصوصا دبراه بارد الحال كان دهنها بالزيت وكان بدك ندير قويرات المهم بغيتو تديرو مخمار كبير بغيتو تديرو مخمار صغير المهم كل واحد وعلى حسب الجهد اللي بغا انا كان في الضوء انني نديرهم ما بينو بين ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغار بزاف صافي هنا درت السميدة الرقيقة اللي كان خدمو بها الحرشة هي اللي كان قررس فيها هاد المخمار باش كيجي واقف وكيجي حرش الخبز ما كيجيش ارتاب بحالة مخدمو غير بفرص بحديتها هذا هو اللي يزوين في المطلوع وكيجي بحالة مهم كيجي بنيا صراحة كيجي رائع كيعجبني البناس واخان شدو غير بحالة ككون ناكلو حافي كيعجبني ولا البناس اللي فطور كيجي حقا رائع كيجي حسن من البطبوط بمئة الف درجة البطبوط كيجي رطب اما هاد المطلوع هادا كيجي حرش وكيجي واقف وكيجي مفشفش من الداخل ينكديروه بحال هاكي خفيف صافي انا كان بقى نطلعو بحال هاكي في السميدة كما كتلاحظو كنكور هاد العجينة هادي كان في ندها في السميدة مزيان وما تخافوش واختكترو بحال هاكي السميدة اعرفاش بغيو تحطوه ف المين دي اللي يدي يختامر فيها دي تنفضوهم زيان بسميدة باش كي تحيد دك الشايط اللي كيكون لاصق فيه المهم هنا كما كلاحظو هاد نكورهم كاملين وهنا من بعد ما كورتهم هاد ينبقى كان بسط فيهم مباشرة ما كان خليهم لي يرتاح ولو اشي حاجة كان بسطهم بغيو توتبسطهم بحلاكه بيدكم بستهم راوم ساهلين حي تشي الناس راه العجينة خفيفة. ما كتقش يعني كتبقى تبشي معنا وترجع معنا. انتم ما كتشوفوا كنبسطهم. ضغيل عجينة كتبشي فيدي. ويلا بغيتوا تخدموا دلك خدموا دلك لكم الخطيئة. صافي هنا فاش كنبسطهم كي يكون الحجم البنات شوية بحلها غادية الرقيق. عندما دين اقربوا لكم ودي تشوفوا. ما كتخليوه شغلة بحل الخبز انت على الفران كترقوه على الخبز الفران. حيتش هدفاش كي بقى كي طيب في المقلرة كي تنفخ كي زيدي كي يكون رقيق شي شوية. ما يكونش رقيق عاود بزاة بحل الرقاق. ولاني كي يكون رقيق على الخبز اللي كنديروه في فران. صافي ما حدي كنقرس كل واحدة. كنحطاها في الميندير. هنا عرني دير الطابلة حدايا. باش كانت هنا وكي تحيد عليها قاعد ديك سميدة من البطاجي ما كتبقاش ديك سميدة بحل هكا كدائعة. كانت هنا كندير فوق الطابلة كل شي كتقرر وين فوق الطابلة. صافي خليز غطيتو خليتو كي اختامر. كتحسبوا ليه ربع ساعة. بالضبط. اربع ساعة غير كي يجي كي بدك يطلع. صافي هانتو ما يكي بدك يطلع صافي كتتسخنوا المقلة وكتبدو كتطيبو فيه. ما كتخليوهش حتى يختامر. يرها خليتوه حتى يختامر مزيان. وجيتو كتخبزو فيه. اراه كي انتو ما تحطو في المقلة هو كي يهبط. مهم خليوه ربع ساعة او عشرين دقيقة قاعي لك الحال بارد بزاف. عشرين دقيقة. صافي كي بدك يتنفخ غير شوية. كاز بدو كتخبزو فيه. ما كان تقبوه متاشي حاجة. كنديرو وكنخليه تك يتحمر تقريبا الوجه ديالو. عاد كنقلبوه. هو ماشي بحل بطبوط. كتبقى كل مرة تقلبيه باش كيتنفخ ويتفرق الوجه على الوجه. لا هذا كتخليه تك يحمر من قريبا. عاد كتقلبيه. كتحاولي تخليه تاي حمار تقريبا. عاد كتقلبيه وكتقى مقابله وكتكون نار من الاحسن تكون نار اللي مجهده باش هكا ضغيه كي يطيب. ما كان ديلو لا زيت لاتشي حاجة كنخليه كي يطبير بحال هكا. في شي مقلة اللي كتكون تقيلة باش ما كيتخطفش ليكم ضغيه. انا هنا يا اه. لقيت راسي معطلة على المدراسة على البنات خسني نديليهم الغضاء. كي ملاحظت طوراني درت ليهم ديك البيتزا بغيت نديها ليهم الغضاء. درت جوج مقلات باش هكا نساليه ضغيه ضغيه. خلصا انا هني درت هنا يا سبعات الخبزات باش نساليه ضغيه. صافي هنا دي نقسم معاكم هاد الحباب بعد ما ساليتو. انا دائما البنات هاد هاد المخمار كان ديرو بكيميا كثيرة وكان ديرو في الكونجيلاتور نديرو في ميكات جوج جوج في الميكة. وفوق ما بغيتو كان جبدو كان سخنو في آلات البطانية كيرجع يلا بحله يلا خبزته. رطبوا بنين كيجي انا كيعجبني حسن خبز الفران كيجي بنين عليه. انتم كما كتشوفوا قربتوا ليكم الكاميرا باش تشوفوا كيجي مهوي من الداخل وخا كان طوي وهي يعني كيرجع كما كان. جربوا به الطريقة هادية رات يعجبكم. بحلقة حتى المدراسة اللي بغيتو تقسمو بحلقة تديروهم صغير ورين. وتقسمو كل حبامة بين جوج عند بحل هكا ديرها متوسط. كان قسمو على كل ربعة كان دي لهم فيه بحل شكل صندوي تشيت. وكان عطاهم لهم يديهم مدراسة كيجيني السهل. هنا دي نجماعة هاد الخبيزة هادو ودي مشي عند بنات ينطيليهم اغداهم حيش كيتغدو في المدراسة. وديك الساعات من بعد ما رجعت قرباء قرباء عودي خرجو. ديك الساعات وجيت لي انا يا هنا يا. لينا كاملين. وجيت واحد البيتزا حيش درت عجينة فيها جوج بيتزات كبارين. درت غير الغضاء. درت الغضاء غير بيتزا. ما بغيتش ندير لها مرقالة شي حاجة. صافي موهي مرق ومعارفين كثرة التامارة والله هلا كتعيي. من الواحد من الاحسن دار دار شي حاجة بحلها كمتلا ندرت شي حاجة اللي هم باش يديوها المدراسة كنديرها بالكثرة وكنديرها اللغضاء وكان هن راسم كثرة التامارة. هنا البنات درت لاصوس كندير كمية كبيرة بحلها كنمشين طيب مطيشة. كندير كمية كبيرة اللي كدوز للسمانة. باش هكا كانت هنا رأى اي حاجة تقريبا كتلقا فيها لاصوس. هكا لاصوس كنلقاها موجودة يعني حتى نبغي نطيب ليهم لعشان دير معها كفيتان دير معها لادن. كنلقى عندي لاصوس موجودة. درت لاصوس العجينة درتها مباشرة قررستها بحلها كاف المقلاة. خليت له هدوك الجوين بديلها طالعين درت ليها لاصوس. ما حدها خضرة ما كان طيبهاش عاد كنعمرها مباشرة عاد كنطيبها. كدجي احسن من ديك اللي كتطيبو لها غنص طيبة. درت اول حاجة لادن. ديم كلكم تديرو الطون او لدجاج. المهم الحشوة كتبقا اختيارية. اه كل واحد والحشوة اللي كيبغي. وضفت ما طيشة سوغيز اللي قطعتها بحلها كدوورات ودي ندير شوية الفلافل. كيبقا المهم الحشوة كيب ما قلت لكم اختيارية. انا كتعجبني بحل هكا عامرة بالخضرة. حتى لا كان خيزو محكوكته هو كان نضيفو. اه كي نجي صار حزوين. المهم زيتون خضر اي حاجة عندكم عمرو بها البيتزا خصا اه متاكلوش غير اللحم بحديتو او لطون بحديتو ديرو الخضر باش هكا تستفدو كلش. ودرت الموزاريلا ودي نحطها فوق البوطة. ومبعد ما دي الطيبة البنات اه فوق البوطة كنديرها على نار مهيلة هكا باش كاتطيب ضغية. اه باش كاتطيب لخطرها. ومبعد ما كاتطيب كندخلها الفران كنشعل عليه غير الشوية من الفوق. الشوية راها خمسة دقيق ولا ما كاملاش ضغية ضغية كتسخن ما كتاخدش معانا الوقت. الناس اللي عندهم الفران فيه الشوية. هولا الفران اللي عادي راكم كتشعلوا عليها كتحطوها النار فوق منها غير كيدو بدك الفرماج الصفي كتخرجوها كتكون مواجدة. انتم ما كتشوفو محمرة من اللي تحت. حطيتها في الفران شعلت عليها الشوية. اوصافيها هو غداية موجود درت معاه هنا يا العاصر. اه درت لابوكها دبالا بوكها راها موجودة وهدي وقتها رار خيصة اخديتها انا اي ربع عشرين درهم. درتها مع الحليب. وهذا هو غداية موجود. المهم كل واحد خير وفضاره. وكل واحد وشنو كيفضل انه ياكل. انا كان فضل دبا في المدراسة. اي حاجة درتها البناتي كان بغي نوجد منها الراسي هكا بش من مقاش نضربتها بزاف. وما نكترش عليا الروينة طنطار. وهذا هو نهاري كدو وزوكي شاركتو معاكم. كانتمنى انه يعجبكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك والتعاليق ديالكم بزوينة. وطبيعة الحال لي ما زال ما اشتركت في القناة اشتركي اختي وفعلي الجرس باش حكي يوصلك كل جديد. وكان رحب الناس جدد لي الله نضموا القناة والناس القناة رحى قناتكم رح نحن نجتمعه هنا غي باش نستفد وكل واحد يستفد من الاخر نخلكم في امان الله.